السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على النص الوظيفي الفنون الجميلة الخاص بالمستوى السادس ابتدائي الواحدة السادسة اذن اذكر بعض الفنون التي اعرفها بعض الفنون التي اعرفها يمكن ان اذكر مثلا انا مسرح النحت الرسم الموسيقى الرقص يعني جميع الفنون التي اعرفها اتحدث الى زميلاتي وزملائي عن الفن الذي يعجبني هنا يبقى الجواب جوابا حرا يعني يمكن لكل تلميد او تلميدا ان يتحدث عن الفن الذي يعجبه ولاحظ واتوقع ولاحظ الصورة واربطها بالفنون التي تمثلها اذا الصورة المرافقة للنص تمثل مجموعة من الفنون القناعان يدلان على فن المسرح والفتاة التي باللول اذرق تدل على فن الرقص الريشة تدل على فن الرسم الفتاة التي تحمل الكمان تدل على فن الموسيقى الشاب الذي يحمل كتابا في يده يدل على فن الشعر اذا هذه الفنون الواردة في الصورة وعيد المسرح الموسيقى الرقص الرسم والشعر اذا نتوقع من خلال عنوان النص والصورة المرافقة للنص ان موضوع هذا النص سوف يكون الفنون الجميلة وعلاقتها بالانسان يعني نتوقع ان يكون هذا هو موضوع النص وبعد قراءة متأنية للنص سنحاول الاجابة على اسئلته اذا افهم واحلل انمي رصيد اللغوي سوف نحدد شبكة كلمات الفن يعني جميع الكلمات التي عندها علاقة بالفن شبكة كلمات الفن يعني جميع الكلمات التي عندها علاقة بالفن كالسينما التمثيل الغناء المسرح الرسم الشعر النحت النحت فكلها كلمات عندها علاقة بالفن ثانيا ابحث في النص عن معنى الكلمات زخرفة معناها المتواجد في النص وهو تزيين باء ضد كلمة أقرب هو أبعاد ثالثا اشرح الكلمات الآتية الروي الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه النحت عبارة عن فن يعمل على تجزيد الأفكار على شكل مجسمات كالنحت على الحجارة يمكن أن نجسد عليها أشكال وتماثيل الإيقاع هو أي حركة منتظمة فيها تكرار في نوض الصوت يعني إيقاع موسيقي أو إيقاع غنائي يعني تكون فيها الحركة منتظمة متكررة أفهم أذكر أربعة فنون جميلة والدة في النص أذكر أربعة فنون جميلة والدة في النص هناك الموسيقى والرسم والنحت والتمثيل أضع علامة على الجواب الصحيح نمارس الفنون الجميلة ونتذوقها لأننا نعشق الجمال ونحقق رغبتنا ما تزين به المواد الآتية مادة الفخار تزين بالألوان والرسوم مادة أواني الأكل نجملها بالفنون وأحجار البناء نزينها بالطلاء والرسوم رابعاً ما يسهل التواصل بين الإنسان والطبيعة حسب النص هي الفنون الجميلة خامساً أختار الجواب الصحيح الفنون الجميلة متجانسة يعني متجانسة هو الجواب الصحيح أحلل الصوت الذي تحدثه العناصر الآتية عندنا العناصر الأشجار صوتها الحفيف الرياح هفيف والطيور تغريد ما يدل على تجانس الفنون الجميلة وتكاملها هو قول الكاتب الفنون الجميلة جميعها متجانسة فالشعر له علاقة بالموسيقى والرقص والبيت الشعري له علاقة بالمعمار أرتب الفنون الآتية يعني حسب ما ورد في النص وخوصاً في الفقرة الأخيرة ما يقرب إلى ذهننا هو أولاً الشعر ثم العمارة ثم الرسم ثم النحت ثم الرقص وأخيراً الموسيقى رابعاً أستخرج من الفقرة الثانية حجتين اثنتين سدل بهم الكاتب على جمالية الفنون الحج الأولى هو أننا نجمل أدوات الطعام لأنها ليست جميلة نستمع للموسيقى لأنها جميلة أركب ألخص النص في ستة جمل هنا يبقى تلخص يعني تعبيراً حراً حول الفكرة التي فهمتها من هذا النص الفنون الجميلة هي الشعر والرسم والنحت والغناء والرقص والتمثيل وهي الصلة بين الإنسان والطبيعة فالإنسان يحب أن يرى كل شيء جميلاً والفنون الجميلة غداء للروح والفكر والإنسان دائماً في بحث جدي عن الجمال سواء في الطبيعة أو في المواد المحيطة ثانياً فن المسرح وفن الرسم فن المسرح يمكن تعريف فن المسرح هو ذلك الفن المنبثق عن فنون الأداء والتمثيل حيث يتم تجسيد مجموعة من الأحداث المتسلسلة في قصة أو نص أدبي ما على مرأة من المشاهدين ببت مباشرين فوق خشبة المسرح الرسم هو تعبير عن الأفكار والمشاعر يتم من خلال خلق صورة جمالية ثنائية الأبعاد بلغة بصرية ويعبر عن هذه اللغة بأشكال وطرق مختلفة وخطوط وألوان بالنسبة للسؤالين الأخيرين فتبقى الإجابة حرة إجابة حرة يمكن لكل متعلم أن يجيب بالطريقة التي يراها مناسبة ويعبر بأفكاره يعني بتعبيرا حرا وبالتوفيق لكم إن شاء الله